45 سنة على نصر أكتوبر المجد على فكرة أغنية بسم الله دي من أول الأغانية اللي تم كتابتها وتلحنها بمناسبة النصر العظيم اللي حققوا جنودنا البواسل على الجبهة في 73 وليها قصة ظريفة جداً إنه بعد ما تل العبور بريخ حمزي راح علشان يسجل الأغنية فطبعاً الإزاعة قفلة والتلفزيون ما بنى الإزاعة والتلفزيون كان قافل فتكلم وجدي الحكيم كان رئيس الإزاعة في الوقت ده قال له أقسم بالله عمل لك محضر لو ما خلتنيش أسجل وطبعاً تم فتح أجواب الإزاعة المصرية لبليه حمزي والمجموعة وتم تسجيل أغنية بسم الله رجبس الأغنية دي في أغاني كتيرة جداً وطنية زجرت تاريخنا وعبارت عن أمجادنا كمصريين من خلال الكلمة واللحنة والأداء المميز لكل فنانينا ونجوبنا الكبار في عالم الغناء كمان من الأغنية وأوائل الأغاني اللي تم تسجيلها وليها قصة ظريفة جداً كانت أغنية على الربابة على الربابة طبعاً لحنها بليه حمدي وغنتها وردة والكلمات كانت للشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وبرضو الأغنية دي لها قصة ظريفة جداً أنه وردة وبليه حمدي تعهدوا أنه هما هيتبرعوا بالأجر أو هيتكلفوا بدفع أجور الكرال وأيضاً الموسيقيين وأول ما جاء الراحل العظيم قائد الفرقة الناسية الأستاذ أحمد فؤد وعرف أنه هما متبرعين بأجرهم هو كمان قال أن الموسيقيين والكرال متبرعين من أجل مصر ومن أجل أن الأغنية تظهر على النور وتتزعم من خلال الإزاعة المصرية وفي نفس الوضع تشد من أزر جنودنا على الجابعة ده كان الأجواء اللي كانت بتصاحب حرب تاتا وسبعين ودي كانت الأجواء المنتشرة ما بين جموع المصريين علشان يحققوا النصر أثناء تاتا وسبعين نهاردة عندنا حلقة جميلة جداً هنتكلم مع حضراتكم على تاريخ الأغنية الوطنية وأهميتها في شحذ الهمم هيكون معنا الدكتورة هدى زكريا وأستاذ علم الاجتماع وهنتكلم معها بتفاصيل أكتر عن الأغاني الوطنية ودورها في الكفاح المصري وهيكون معنا كمان مجموعة من الشباب وهيصحبونا النهاردة وهنستعيد معهم الزكريات وهنغني مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية نطلع فاصل ونرجع لطول نواصل لقاءنا معهم هنا القاهرة نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة ترجمة نانسي قنقر